المزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في غرفة الأخبار الزميل توني مزرعاني تفضل توني نعم حسام كما ذكرت فعلا في لبنان الهاجز كبير جدا بالنسبة لفيروس كورونا فمع وصول عدد المصابين في لبنان بفيروس كورونا إلى 187 وتوقعات بارتفاع هذا العدد خلال الساعات والأيام المقبلة تشير البيانات الأخيرة إلى أن المرحلة المقبلة من المواجهة ستكون صعبة جدا ووفقا لمصادر صحية فإن أعلان وزير الصحة أن لبنان يتهيأ للمرحلة الرابعة لمكافحة فيروس كورونا يعزز فرضية بأن المرحلة المقبلة ستكون الأسوأ المصادر أوضحت أن المسئولية توجب أن يكون اللبنانيون في الصورة الحقيقية للخطر المحدق بهم وأن الوباء الذي يتهددهم لن تكون مواجهته ولا مواجهة أثاره سهلة إذ أن وفقا للمصادر لا مدى زمنيا يمكن تحديده للقضاء على هذا الوباء لكن المؤكد هو أن الفترة ليست قصيرة كما يرغب كثيرون أن يعتقدوا بل قد تستغرق مرحلة طويلة وزير الصحة كشف أن هناك 1185 جهاز تنفس شغال والوزارة تنتظر وصول 110 أجهزة جديدة ووزارة الدفاع أمنت لوزارة الصحة 20 مليون دولارا لمكافحة كورونا ومثل ما تطالب الحكومة اللبنانيين بدرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية فإن هؤلاء المواطنين يطالبون بنفس الوقت الحكومة القيام بواجباتها كميلة وعدم التقصير كما حدث في بلدة الزغرتة الشمالية فالسلطات الصحية كما أكد النائب عن المنطقة ميشيل معوض تأخرت في إجراء الفحوصات اللازمة لأشخاص اختلطوا بمعلم وتلميذه في أحد المعاهد في بلدة الزغرتة شمال لبنان حيث تبين أنهما أصب بعدو الفيروس النائب معوض رأى أنه من غير المقبول أن يمر تقصير السلطات الصحية في الزغرتة من دون محاسبة مطالبا بضرورة وجود لا مركزية في التعامل مع أزمة كورونا وهكذا يخشى مراقبون في لبنان في أن تساهم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة اللبنانية في عدم قدرتها على التكافل بمتضلبات مواجهة أزمة كورونا وتوفير ما تحتاجه السلطات الصحية من إمكانيات وموارد بشرية ومالية هذا القلق دفع الكثير من اللبنانيين إلى الخشية من أن يواجه لبنان وضعا شبيها بما تمر به إيطاليا أترك لك هذا الموضوع حسام كل الشكر لك توني على هذه المعلومات شكرا لك